فصل من التوتر إذن يطوى بين بغداد وأنقرة جمعاً نعم رولا كان عنوانه صدرات نفط خام غير قانونية من أقليم كردستان نحو تركيا بعد قضية تحكيم طويلة دامت أكثر من تسعي سنوات فالقضية التي كانت تنتظرها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس اتهمت فيها بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق مشترك أبرم عام 1973 بعدما سمحت بمرور صدرات النفط الخام من أقليم كردستان إلى ميناء جهان التركي دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد وهو ما تعتبرها صدرات غير قانونية يعود هذا النزاع إلى عام 2014 عندما قامت السلطات في أربيل بالاستفادة من خط الأنابيب بين العراق وتركيا وربطت خطأ نبيب حقول النفط في كاركوك بالمعبر الحدودي التركي في شخابور بدلا من ميناء جهان بتركيا وهو ما رفضته السلطات العراقية وعتبرته انتهاكا لسيادتها وخرقا للأعراف الدولية وفي أول رد رسميا من أنقرة عقب قرار المحكمة الدولية قررت تركيا عدم السماح لشحنات تحمل 450 ألف برميل من النفط الخام من أقليم كردستان بمغادرة ميناء جهان دون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد في حين اعتبرت السلطات العراقية أن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير العلاقات مع تركيا وأنها ستبحث آليات تصدير النفط مع الجهات المعنية في أقليم كردستان ومع السلطات التركية عبر ميناء جهان التركية نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا ريبوار بابكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان كردستان ينضم إلينا من أربيل وأيضا السيد أو الدكتور برهان كور أوغلو أستاذ العلاقات الدولية بجماعة ابن خلدون ينضم إلينا أيضا من إسطنبول مرحبا بكم سيد ريبوار بابكي أبدأ معك بهذا القرار كيف تنظرون إلى قرار المحكمة هل هو منصف بالنسبة لأربيل أيضا كيف يمكن أن ينعكس أو تنعكس نتائجه على الأقل على العلاقة مع أنقرة شكرا لكم تحية لكم ولي ضيفكم الكريم لا شك هذا القرار غير منفصل بحق أقليم كردستان لأنه حسب الدستور العراقي ووفقا للمعادة 111 و112 من حق أقليم كردستان بتصدير نفطه المادة 112 من الدستور العراقي تنص على أن الحقول الحالية أي تلك الحقول التي كانت موجودة قبل 2005 أي قبل إقرار الدستور حكومة الاتحادية وحكومات الأقالية كلتا هما تقومان بإدارة النفط وباستخراج التصدير ولكن الحقول التي تكتشف بعد 2005 بعد أقرار الدستور من حق الأقاليم وأقليم كردستان بتصدير نفطه من جانبه أولا ثانيا من حيث المبدأ شركة تسويق العراقية سومو هي شركة لا توجد فيها ممثل من أقليم كردستان إذا كانت الحكومة العراقية تدعي الشراكة وتدعي أنه يجب أن تقوم حكومة تقليم كردستان بالتصدير نفطه بموافقة هذه مشكلة أخرى أيضا عالقة ومستمرة بين أربيل والحكومة الفيدرالية في بغداد نستمع إلى الدكتور كور أغلو سيد العلاقات الدولية بجميع مرمرة عقوبات على تركيا حول هذا وبشأن هذا الملف كيف يمكن أن تتأثر تركيا بهذه العقوبات وهل ستنتزم أيضا بقرارات المحكمة الدولية في باريس أولا مساء الخير لكم وكل المشاهدين وضيفكم من الكردستان الإراق أولا بالنسبة للموقف في تركيا تركيا أولا تريد تطوير علاقتها مع الإراق وبما فيها الحكومة المركزية والحكومة الإقليم نحن في النهاية جهار وطبعا أكيد كلا الطرفين يستفيد من هذه الجوار ولذلك بينما تصدير النفط الإراقية كانت موجودة منذ 1976 يعني بعد اتفاقية 73 بدأت نقل النفط الإراقي في 76 ولكن ما حدث في 2014 يعني بعد تدمير الجزء اللي يتعلق بالقسم الإراقي لسبب 18 والمشاكل التخريبية صار هناك خط موازي وطبعا ضمن الاتفاقية بين البلدين استمر هذا الأمر ولكن مثل ما تفضل ضيفكم هناك إشكالية موجودة بين حكومة الإقليم الكردستان والحكومة المركزية طبعا نحن نتمنى أن تحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن وتستمر علاقتنا في نهاية المطاف إراق بما فيها الإقليم وبما فيها الحكومة المركزية بحاجة إلى نقل النفط إلى الخارج ونقل نفط من شمال العراق إلى طبعا بحر الأبيض أكيد الطريقة الأسلامية تركيا هذه العقوبة طبعا سننظر إليها هناك موقف ستكون ويمكن اعتراض على ذلك أو شراكة في هذه العقوبة مع الإقليم الكردستان لأنه في نهاية المطاف الإقليم كذلك كان مستفيد من هذا الأمر وطبعا تركيا أكيد لسبب نقلها الإقليم مستفيد ولكن النهم نصل إلى حل نعم وقفت صدرات النفط عبر تركيا طبعا هذا بطلب ما هي البدائل بالنسبة لإقليم كردستان هل سيبحث عن مسارات تصدير أخرى لتصدير النفط السؤال لإقليم أعتقد السؤال لإقليم لإقليم السؤال سؤال مواجه إلي نعم نعم تفضل طبعا حكومة أقليم كردستان أرسلت وفدا من أقليم كردستان إلى البغض هذا الوفد يتباحت مع المسؤولين القائمين على هذا الملف تحديدا تداعيات هذا القرار وكيف السبيل الخروج من يعني أن يكون هناك حلا يرضي الطرفان نحن في أقليم كردستان كما قلت لدينا كل الصلاحيات الدستورية بالتعامل مع هذا الملف لكن مع ذلك نحن واقعيون سنتعامل مع هذا القرار طالما تركيا قررت تعليق تصدير نحن بغداد تقول عكس ذلك سيد بابكي تقول أن السلطة والقرار هو بيد الحكومة الفيدرالية وليس بيد أقليم كردستان لا لا هذا أمر غير وارد الحكومة العراقية لا تقول هذا الكلام لأنه الحكومة العراقية أيضا تعرف أنه لدي حقوق حقوق دستورية تمتلكها أقليم كردستان من ضمن هذه الحقوق هي التصرف بنفطه نفط أقليم كردستان لكن مع ذلك أن نطالب الحكومة العراقية بإيجاد وسيلة وبإيجاد حل نحن في أقليم كردستان نطالب الحكومة العراقية أن يكون هناك شركة تسويقية أن تكون هناك ممثل لدى أقليم كردستان في هذه الشركة وأيضا يعني هناك نعم بالتالي يوجد خلاف يوجد خلاف بهذا أشياء حول الصلاحيات يتعلق بالملف النفط نعم وصلت هذه الفكرة دعني أختم بإيجاز مع السيد دكتور برهان كور أوغلو تحدثت عن حسن الجوار دكتور لماذا تم الذهاب إلى المحكمة الدولية بالتالي هل هذا الملف أيضا مسيس ربما يتم تتم إثارته لأسباب أخرى ربما تتعلق أيضا بملفات أخرى بين العراق وتركيا ربما بمكافحة الإرهاب وغيرها من ملفات يعني أظن أنه طبعا السياسة الداخلية العراقية يعني بظن لعب دوره في هذا المجال لأنه إذا نظرنا إلى مثلا فترة 2014 وكان هناك بعض المشاكل بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية أكيد يعني هناك يعني نزاعات داخلية موجودة أحيانا هذه النزاعات السياسية تستغل في قضايا إقليمية في قضايا دولية طبعا نحن نتمنى مثل ما قال ذلك أن نكون يحتحل هذه المشكلة لصالح الإراق كلها كل الإراق وطبعا ستستفيد منها التركيا والإراق بما فيها الإقليم والحكومة المركزية أنا لا أعظم أنه فيها إشكال كبير المهم أن نصل إلى حل يرضي الكل نعم دكتور برهان كور أوغلو سيد العلاقات الدولية بجامعة مرمرة حدثتنا من إسطنبول وأيضا أشكر سيد ريبوار بابكي عضو مجلس نواب كردستان حدثتنا من إربيل شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر